بسم الله. دلوقتي نعمل بروفايل ونبدأ نشغل به كامثلة. فاقول له هنا فايل. عايزة نعمل بروفايل. فاقول له نيو فاميلي. واقول له انا عايز بروفايل. عندي حاجة لهوستيد ميرينيان ريل هكذا تدخل انت عايزه. تقدر ترسم حاجات زي ما انت عايز فانا هرسم حاجة بسطة خالص. ووريكم مثلا لاين كده. وبعد كده قوس او ممكن نخليها اس بي لاين. بالشكل دوت وبعد كده هقول له لاين. بالشكل ده. ده شكل اللي انا اخترته. تمام? وهاجي هنا اقول له حمله لي في قلب المشروع. تمام? اسمه فاميلي ستة. هقول له نو. هو بيقول عايز سايفه في ملاف خارجي. لأ مش عايز ذو الوقت انا عايز دخله بس في وسط المشروع بتاعي. ونشوف هنستخدم في ايه. طيب خلينا نجي هنا ونرسم حائط. الشكل دوت. حاجة صغير اهي. تمام? وهبدأ هنا من ارتكشور. اول نوع الحائط ده في بروفايل فعلا. هقول له هنا غير لدول. لنوع تاني. الشكل دوت. هقول له هنا من ارتكشور. انا عايز من وول. هقول له انا عايز اعمل سويب. خلينا نشوف الشكل دوت كده. اقول له خش ال 3d. وال سويب. خلينا نختار السويب دوت. تمام? ده معتمد على اني بروفايل. اقدر راجي هنا وقول له انا عايز البروفايل اللي هو فاميلي ست. اوكي. اهو. ظهر البروفايل اللي انا عامله بشكل دوت. اقدر الف زي ما انا عايز. كل ما تعمل كليك الحيطة هو بيبدأ يعملها على نفس الارتفاع ونفس المستقنص كل حاجة. ممكن اقول له لا انا عايزه vertical او horizontal زي ما انا عايز. الشكل دوت اهو. تمام ممكن تحط مثلا على الحفة تلعت الحيطة زي ما انت عايز. تمام ممكن العكس ان انت تقول له انا عايز اعمل. اه اه اريفال. انا عايز اعمل فاجوة في الحيطة. وتدخل هنا وتختار الشكل اللي انت عايزه. البروفايل هقول له مثلا عايز البروفايل فامي ستة. وتبدأ تحط في قلب الحيطة زي ما انت عايز كتجويف. تمام بش كشغل. لا كتجويف زي ما انت شايف هوا. تمام بس يازل تكون الحيطة طبعا ساميكة او ممكن تكون ده المقصود زي ما انت عايزه. تمام. بعد كده ممكن اهاجي هنا في استراكشور. هابدأ اضيف فلور. او سلاب. تمام. ونقدر سلاب ايتيج نقدر نستخدم فيها البروفايل. هقول له هنا انا عايز استراكشور فونديشن سلاب. او اقول له انا عايز ارسم فلور اهي. هقول له مسلا انا عايز ارسم حاجة. بالشكل دوت. وبعد كده. دي تقدر تخلي الحوايط كلها تنزل حد تحت. تخلي تتش فلتر. انا عايز الحوايط بس. التش. لباس بتاعي اللي هو دوت. تمام طيب. خلينا دلوقتي دخلش في الحاجة بتاعتنا احنا. اللي احنا مهتمين بيها. ان انا هقول له سلاب ايتش. تمام هادخل هنا في ال ايدت طيب. عشان اشوف البروفايل. ده في كزا بروفايل. ممكن اقول له نعايز الفاميلي ستة. وابدأ احط بالشكل دوت اهو. نقدر استدام في ايه ثاني. نقدر استدام في ايه ثاني. نقدر استدام في البروفايل ده. ممكن ان انت بتعمل مودل تروح مختار البروفايل بدلا ترسم واحد جديد. تمام ممكن لو انت عندك سقف. تبدأ تحط الحاجة بتاعتك. البروفايل دوت. يعني ممكن استدام في الفلور في الروف زي ما انت عايز. خلينا نقول له روف. لغينا الاسلاب. تمام. الروف ده هيبقى علاني يرتفاع. اقول له مثلا لفل اتنين. تمام. يس. اوكي. ده الروف بتاعي. تمام. طيب. هو في رسالة ان الحيثة دي كان ده معلق بها فوق. فنقدر نتحكم فيها وننزلها. دي مجرد امثلة. فعشان كده ايه. ممكن تخلي دي مثلا فيه الليفل تحت زي ما انت عايز. او تغير الرقم دوت. مش قصتنا يعني. احنا دهات بس تركزنا ايه على الروف عايز ابدأ احط له البروفايل دوت على الجوانب. فهقول له هنا. ان الروف. اختار ديت. وبعد كده هقول له. ايه الطيب. هندخل نقل البروفايل نقدر نختار البروفايل اللي احنا عايزينه وليكن الشكل دوت اهو. بالشكل ده وطيبا البروفايل هادر استطنف حيك كتير جدا. اشتركوا في القناة.